اشتركوا في القناة ابدأ مع الجزيرة والعديد من اللقاءات التي سنتناولها في هذه الحلقة مع ضيفنا الكبتن رأفة العلامي يسعد مساك حبيبي اشتقنا لك بالعكس انا اشتركوا انا صلي زماما طلعت وانت موجود صحيح لا دائما انا بتشرف بوجود معك حبيبنا كبتن رأفة اذا راح نبلش طبعا حلقتنا كالعادة بسؤال شارك سؤالنا هل ملعب الامير هاشم صالح لاستقبال المباريات الاجابة الاولى نعم والاجابة الثانية لا اذا هل ملعب الامير هاشم صالح لاستقبال المباريات الاجابة الاولى نعم والاجابة الثانية لا وهذا السؤال جاء بناء على الشكاوى المقدمة من الاندية على ارضية الملعب او يعني الاندية كانت تشتكي من طريقة لعب كل فريق وعدم ملائمة ارضية ملعب الامير هاشم لهذا المنوال فنتحدث عن هذا السؤال وننتظر اجابات جميع الجماهير وجميع المشاهدين اللي عم بتابعونا عبر تطبيق رؤية وسؤال شارك الخاص بأكسترا تايم طبعا بامكانكم التصويت حتى نهاية الحلقة كبتن رأفة انت شو رأيك؟ يعني هناك اثنين بختلفوا عليها يعني لا يصلح لا يصلح ممارسة قرات القدم يعني شوفنا في اكثر من مباراة مباراة شباب الاردن والرمسام ومباراة الحسين والجزيرة اليوم مباراة الوحدات وكفرسوم يعني بحد من كل شيء له علاقة بقرات القدم لا يصلح اطلاقا يعني بكل ما تحمل الكلمة معنا ونحن بنرجع بنحكي دائما اذا بدنا نطور قرات القدم بدنا نشوف دوري قوي على الاقل بدها تكون البنية التحتين ملاعب صالحة اذا لم تكن بأفضل يعني مثالية على الاقل تكون يعني يكون وضع حاصل شوفنا اليوم يعني ظلم لكل الفرق لكل اللاعبين يعني حتى للمنتخب الوطني يعني حتى للمنتخب الوطني يعني أنا مستقر بكيف مدرب منتخب بيخكم على لاعبين بلعبوا عهيك ملعب فيش فيش كرة قدم ملعب يعني لا يصلح ببساطة لا 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 يصلح بأيشك من الأشكال لإقامة مباراة كرة قدم وإجمالا كمان الموسم هذا كله ياته ومشاكل في الملاعب وإغلاق بعض الملاعب يعني أنا الله يعدي هذا الموسم أخير يعني أنا بصراحة لسه كنت تحكي أنا وأحد الأشخاص المطلعين يعني على كرة القدم اليوم أنا كن مستغرب يعني أنا وصاحب كرة باتحاد الأردني جزء استغرب من اللي بحكي لك كان بعمل موسم هذا من مرحلة واحدة ومربع ذهبي على فكرة صارت هذه الجوهري الله يرحمه الكابتن محمود الجوهري عملها أنا برأيي كانت أفضل للكرة الأردنية ولا الأندي لأنه بتعملها من مرحلة واحدة ومربع ذهبي الأربع فرق لأنه ما عندك ملاعب الرزنامة مضغوطة مشاركات منتخب أول منتخب أولمبي ولا آخره فأنا بصراحة يعني فيه حلول حيانا تبطر تلجأ لحل معين أنا لو كنت صاحب قرار برأيي أنه تلعب موسم من مرحلة واحدة ومربع ذهبي بيكون أفضل أفضل للأندي لأنه الأندي تبطر قلبنا يعني فيه توقف أكثر من صح ولا لا يعني طب هاي الأندي كيف لا ترجع تعد من جديد الدوري يوم بدي يستمر عشر أشهر ووحد عشر شهر يعني ما بتصير فإحنا الأندي نحكي من نطور قراتنا طب إذا من نطور قراتنا لازم يكون فيه تخطيط أحيانا تلجأ لقرارات حتى لو ما بترضي البعض أو ما بشوفها البعض أنا كصاحب قرار شايف أنه والكابتن محمود الجوهري أدرى مني ومن أي شخص وأدرى من عفواً احترامي لكل الموجودين في كرة القدم لنجأ لها يعني أنا بتذكر من فترة كان موجود ما رأى عمل دوري من المرحلة نتيجة الضغط اللي كان موجود أنا برأيي الموسم هذا ما رح ينتج موسم جيد نتيجة الظروف كلها واللي زاد الطين بله نرجع محكي ملعب الحسن الله عين الأندي بصراحة وأنا كمان بصراحة الله عين مدرب المنتخب يعني مدرب المنتخب كيف بده كيف بده يشوف دوري اللعين المدربين الأندي اللاعبين يعني فريق زي الرمثة بكل موضوعية فريق زي الرمثة فاز مثلا فريق فوزك على الفيصل يعني المفروض يعطيك دفعة طب هلا بده شهر 45 يوم فريق زي الرمثة بده يضرر صح ولا لا في كرة القدم الفوز بجور فوز الفريق اللي بيمشي بترجع يعني الظروف ما بالنهاية ما بتنتج كرة قدم حديثة أو ما بتنتج لاعبين حتى إضافة لها حالة الملاعب نعم إذن قمة كبيرة جمعت الفيصلية والرمثة وحضور جماهيري أيضا جيد خلال هذا اللقاء بنبلش في حلقتنا وخلنشوفها التقرير ونرجع زحفت جماهير الفريقين صوباستاد عمان الدولي لكرة القدم لمتابعة قمة الأسبوع الثاني من دور المحترفين لكرة القدم بين الفيصل والرمثة في مباراة يعتبرها الجميع نكهة من نوعا خاص حالة جس النبض بددها يسين البخيت مبكرا حين توغل في مناطق الرمثة المحرمة ووضع كرة مقشرة لديالو لم يتوانى الأخير بوضعها في شباك الرمثة معلنا هدف التقدم للفيصل في الدقيقة السادسة هدف استفز لعبي الرمثة الذين سعوا لإدراك التعادل وكان لهم ما أرادوا عبر اللاعب يوسف الرواشده جد الكرة بقوة واستقرت على يمين حارس الفيصل نور بني عطية بعدها اتسمى أداء الفريقين بالحذر حتى نهاية الشوط الأول الذي انتهى بهذه النتيجة وفي الشوط الثاني تنوعت الهجمات من هنا وهناك وعلى كلا المرميين وفي الوقت الذي اعتقد الجميع أن المباراة ستنتهي بالتعادل كان لدى علاء الشجران رأي مغاير حيث خطف هدف الفوز الثمين في اللحظات الأخيرة موديا فريقه النقاط الثلاث كبدا الفيصل أول خسارة له هذا الموسم الرمثة وصل إلى النقطة الرابعة بعد تعادله في الأسبوع الأول فيما تجمد رصيد الفيصل عند النقطة الثالثة كبتن رأفات طبعا الرمثة بعد التعثر بالتعادل في المرحلة الأولى يحقق الأهم في لقاء الفيصلي وثلاثة نقاط مهمة جدا الفيصلي بعد فوز صعب في المرحلة الأولى أيضا على الأهل تعثر في هذا اللقاء فبشكل عام كيف شده؟ المباراة كانت فيها إثارة فيها نديه للأمانة الرمثة استحق الفوز يعني إذا نحكي موضوعية الرمثة استحق الفوز الرمثة عاد للمباراة فريق بتأخر 1-0 برجع بتعدل وعاد مبكرا يعني الفرق بسيط وهدف أنا برأيي هدف يوسف رواج دي لعب مهاري يعني لاعب جدا مهاري بدل على موهبة كبيرة وهدف الفوز بالدقيقة 89 حالة ذهنية عالية معناته عند اللاعبين لعبين رمثة تاريخيا لعبين حقيقة بلعبوا كرة هجومية لعبين مقاتلين في الملعب إذا توفرت لهم الظروف الجيدة الفيصلي أنا برأيي كان فيه أخطاء في إدارة المباراة من قبل الجهاز الفني مع احترام الكابترات بالعوضات اللي أنا برأيي قدم كثير خصوصا الفترة الحرج اللي استلم فيها الفيصلي يعني جاب لهم كأس أردون وفاز بكأس كوس فمدرب يستحق أنه يكون موجود يعني أنا ضد أنه خسر مباراة مثلا الحكي اللي بصير أنه ينشال مدرب أو يتغير لأنه هذا بضر الفيصلي بالنهاية ولكن فيه أخطاء ارتكبها الكابترات بالعوضات فنيا أنا بحكي في المباراة فيه تراجع غير مبرر صار خصوصا يعني مثلا لعب قيمة ياسين البخيت أنا لاحظت ياسين البخيت لعب جناح لعب مهاري وشفنا قيمته يعني هو القيم المضافة ولكن الفيصلي ما عنده حلول صفة إلا ياسين البخيت يعني ياسين قيمة عالية ما فيه اثنين يعني أنا من اللاعبين اللي بحب يعني بعتبروا قيمة فعلا عالية ولكن فيه تنويع بالخيارات الفيصلي عنده لاعبين أما أحصر كل خياراتي بلاعب واحد هاي فيه مشكلة بالجانب الهجومي التراجع بالشروط الثانية حتى ياسين تراجع يعني أنا بالشروط الثانية شفت ياسين صار أقرب لاعب وسط يعني صار يعني ياسين مش لاعب ببني هجمة يعني بستلم وبسلم ياسين أكثر لاعب جناح لاعب ممكن بسرعاته يعمل لك الفرق فيه مشكلة واضحة كمان بالفيصلي بمنطقة قلبين الدفاع يعني أمرأي لاعب أنا برأي موهبة عالية ولكن الشراكة بحاجة للاعب خبرة جنبه فوز الفيصل على الوحدات أخفى سلبيات كثيرة أنا كنت حكيتها حتى بعد فوز الفيصلي الفيصل عنده مشكلة في خط الدفاع في منطقة القلب فيه تراجع كان غير مبرر يعني ما أعرفته عنه دائما أنا بحكين مدرب أقرب الكابتراتم أقدر مني وأقرب مني لظروف فريقه ولكن كان متراجع يعني كسافي تراجع معين وصار يلعب يعني ظاهر أنه بلعب أكثر على يعني حتى شريف عدنان أخر أخر صار تبديل صحيح لعب قلب لعب قلب دفاع رجع ما كان يبحث عن الفوز يعني اكتفى بالتعادل يبدو لي أنه اكتفى بالتعادل الفيصل السنهاية عنده أدوات عنده من حق جمهوره يشوف فريقه بفوز الرمثة لازم نعطيه حقه الرمثة يستحق الفوز هدفين جميلين فعلا سيطر وصوله من المرمى الفيصلي كان أكثر أنا برأيي الرمثة يعني أنا بحب فريق الرمثة كطريقة لعب فريق هجومي فريق ممتع وزي ما حكيت لك الروح العالية ظهرة بالفريق فريق برجع بالنتيجة بفوز بالدقيقة 90 حالة ذهنية ممتازة عند الفريق وأنا يعني من مصلحتنا كلنا نشوف الرمثة طوي بهذه الطريقة طيب كابتن يعني كيف دخل راتب والحكيم اللقاء ومن نجح بالقراءة الفنية يعني شوفوا بالنهاية الرمثة فاز ورمثة استحق الفوز يعني ممكن أنت تفوز بدون ما يعني قرأة القناة بنهاية تأخذ بنتائج ولكن كأداء في الملعب رمثة كان يستحق الفوز بكل أمانة قراءة قد تكون قراءة مدرب الرمثة أفضل شوف المدرب زي اللاعب زي الحكم ممكن يغلط يعني زي الكابتن راتب العوضات ما فاز بمباراة كثيرة ممكن يتعرض ويخسر المباراة الخطأ أنا بحكي دائما المدرب يكرر أخطأه نعم المدرب ممكن يخطأ ولكن ما يكرر أخطأه كان فيه تراجع غير مبرر أنا حسيته كان يلابع تعادل اكتفى بالتعادل حتى توظيف اللاعبين يعني كان ممكن توظيف اللاعبين يكون أفضل فيه لاعبين بالفيصل يعني أنا بقناعاتي الموسم الحالي عندك أدوات بالفيصل لأن اللاعبين يعني كلنا منعرفهم ومتابعينهم بتحديد أيضا كابتن رائد النواطير يعني يعني رائد أثر أثر لرائد رائد أنا برأيه لاعب كبير لاعب جناح كبير حل كثير مهم التوظيف مهم دور المدرب توظيف اللاعبين ممكن يكون ما نجح ما نحكي فشل ما نجح لكابتن راتب العوضات لأنه نجح في مبارايات مهمة وفاز فمن الظلم أنه نجح نحكي مباراة خسرها وفقسر من الرمثة بالنهاية يعني ما خسر من فريق لسه الدوري ببداياته أنا بتوقع في السنة هذه الدورة ستكون نتائج متقلبة يعني أي فريق مرشح حفوز على أي فريق آخر ما في مباراة مضمونة ولكن بالنهاية المدرب الجيد هو اللي بتعلم من أخطاءه إن وجدت يعني إحنا ملجت نظرنا بجوز نكون مخطئين هو أقرب ولكن تنويع الخيارات الهجومية عدم حصر الخيار الهجومي فقط بياسين البخيت يعني أنا بتوقع بيكون أفضل التراجع الغير مبرر أحيانا ما له داعي بيكون ولكن زي ما حكيت لك الرمثة استحق الفوز نعم لكن كبتل أيضا زي ما حكيت أنت أنه الخسارة مش نهاية المطاف ولسه البطولة في أوليتها فصعب أنك يعني تحكم على فريق أو على مدرب من أول خسارة يعني يمكن يعني ظلم أنا من رأيي الشخص ظلم لراتب العوضات شخصيا يعني راتب العوضات تستلم الفيصل بظروف صعبة راتب العوضات له الفضل في عادة الفيصل العام الماضي هلأ بغض النظر يعني اختلفنا أو اتفقنا مع أسلوبه أو مع طريقته وبالنهاية هو اللي كان الفيصل بوضع حرج فاز بكأس الأردن أخرج الوحدات فاز بكأس الأردن فاز على الوحدات بكأس الكؤوس فأنا برأيي راتب العوضات له يعني له فضل كبير صراحة على الفيصل خطأوا في مباراة لا يعني أنه أنا لأنه بصراحة الفيصل عانى من عدم الاستقرار عانى الفيصل يعني أكيد دربة الفيصل يعني أقدروا عارفين أنه عدم الاستقرار عانوا منه ولكن مش خطأ برضو المدرب يراجع أخطاؤه نعم التراجع زائد حده في كرة القدم أحياناً بيكون نتائجه سلبية وأيضاً يعني على الجهة المقابلة إلى جانب هذا التراجع تمييز واضح من الرواجدة وأيضاً أحمد الشقران وعلاء الشقران يعني رجع لأفضل مستوياته في هذا اللقاء أول مباراة ما كانت جاهز مية بالمية لكن أنت من أول مباراة ثاني مباراة ترجع بالفورما فهذا إشي يسجل لعلا ويسجل أيضاً للرمثة طارق الرمثة ولادة دائماً أنا بحكي من أفضل لعبين الرمثة له فضل يعني على الكرة الأردنية دائماً لعبين الرمثة فريق هجومي يعني في أسوأ وأوضاع ويكون الرمثة دائماً فريق بهاجم فريق ممتع فريق جماهيري يعني جمهور الرمثة جمهور ممتع طبعاً الرمثة استحق الفوز الرمثة استحق الفوز بكل صراحة وأنا برأيي إذا استمروا على هذا المنواء الرمثة ممكن يكون إليه حتى المسلمات الرمثة كان فريق منافس توقفات أضرّة الرمثة أنا برأيي أكثر فريق رح يضرّر من هذا التوقف الرمثة لأنه أنت بتفوز على الفيصل يبتوخذ هذه الدفعة فعلاً الرمثة أنا بتوقع هو أكثر المتضررين من هذا التوقف ولكن الرمثة رح يكون منافس يعني ما فيه اتنين باختلف يعني مش غريبة أن الرمثة يكون بطل دوريا نعم إذن من هذه القمة الكبيرة أيضاً مباراة كبيرة جماعة الحسين إربد والجزيرة وانتهت بالتعادل نشوف التقرير ومنرجع التعادل السلبي هو النتيجة الغير محببة في عالم كرة القدم ولكنه للأسف كان هو العنوان لمواجهة الحسين إربد مع الجزيرة على ملعب الأمير هاشم في مدينة الرمثة المباراة عجز كل من هجومي الفريقين بهزي شباك الآخر طوال التسعين دقيقة وباستثناء ركلة الجزاء التي حصل عليها الحسين إربد والتي سددها أسامة أبو طعامي بنجاح لكن حكم لقاء طلب إعادتها ليتألق حارس الجزيرة أحمد عبدالستار ويحولها لضربة ركمية بعدها أتيحت للجزيرة عدة فرص أخطرها انفرد محترفه السوري هاني الطيار لكن مالك شلبية كان لها بالمرصاد المستوى الفني للمباراة لم يكن قويا خصوصا في الشوط الثاني الذي اتسم بالملل في أغلب أوقاته وبهذا التعادل رفع فريق الحسين إربد رصيده إلى نقطتين من تعادلين مقابل أربع نقاط لفريق الجزيرة يعني كابتن نتيجة سلبية هي غير محببة في عالم كرة القدم ولا لجمهير كرة القدم لكن هذا هو كان حال لقاء الجزيرة والحسين إربد بالرغم من أنه الفريقين مدججين بالنجوم يعني كنا متمنين نشوف مباراة عن جد نستمتع فيها يعني شوف طارق الحسين عنده لاعبين يعني أنا السنهاية بتوقع الحسين بشرط إذا المدرب استطاع المدير الفني للحسين يعمل انسجام هلأ مش مهم أحيانا أنك تجمع لاعبين عملية الانسجام وتوظيف اللاعبين أنا دائما بركز أن المدرب عمله وتوظيف اللاعبين ممكن أن تتكثير تجيب أسماء والحسين كأسماء إذا تطلع عليه أنا برأيه من المرشحين الثلاث للدوري يعني لاعبين أكثر من الممتازين الجزيرة فريق يعني عودنا أن يكون دائما موجود شوف هي منرجع بنحكي بداية موسم بداية موسم يعني لسه بدنا بدنا نشوف أكثر حتى تكون الصورة أوضح النتيجة سلبية يعني برأيي الفريقين عطلوا بعض تقريبا لأنهم منافسين على الدوري الحسين أنا برأيي برجع يعني بكرر لك الحسين فريق رح يكون له دور كبير في الدوري هذا الموسم يعني أسماء في مختلف الخطوط والمحترفين محترف الليبي أنا متأكد رح يكون من أفضل المحترفين مهاجم يعني عندهم مواصفات أكثر من ممتازة عندهم أسامة أبو طعمي اللي أنا دائما بحكي صحيح من أفضل صناع اللعب في الأردن عندهم يعني الجزيرة نفس الإشي مدرب الكابتن عيسى التورك من المدربين اللي عندهم خبرة يعني لهم دور كبير إذا ما أخذوا دور رح يكونوا مهمين في تحديد مين بطل الدوري وأنا بأتوقع رح نشوف المباراة اللي بكون فيها طرف الحسين والجزيرة رح تكون مباراة خوية وفيها إثارة بس منرجع بنحكي أرضية الملعب يعني طريقة لعب الجزيرة والحسين ما بتساعد أرضية الملعب ما بتساعد اللعبين على إظهار حتى أصحاب المهارة ما بقدروش على الملعب الزبط حقق الفوز المرحلة الأولى تعادل للمرحلة الثانية الحسين إربد هاي التعادل الثاني آه بس برضو الحسين مع ذات رأس بالكرك يعني برضو التنساج ذات رأس فريق قوي على أرضه يعني أكيد الحسين كان يطمح أكثر ولكن النتيجة مش سيئة يعني أنت وكانوا متقدمين على ذات رأس وتعادل مع الجزيرة يعني نتائج برضو مش سيئة يعني لو بتقارن نتائج الحسين بداية الموسم الماضي لأنت متعدل مع ذات راس بالكراك ومتعدل مع الجزيرة يعني فريقين صعبين يعني ما بتحكمها يعني ما فيك تقارن حالة يعني ما احترام لك فرسوم الجزيرة لعب معك فرسوم الحسين لعب ذات راس طبعا فأنا برأيي أنا متأكد أن الحسين رح يكون له دور كبير الموسم هذا الحسين رح يكون له دور كبير يعني برأيي رح يحدد كثير من بطل الدور نعم والجزيرة أيضا خلال هذا الموسم كابتن مع اكتمال شفاء أحمد سمير وفهد يوسف يعني العديد من الأسماء المميزة في الفريق طنوس ويعني كتيبة بالنسبة للجزيرة المفترض أنه الجزيرة هذا الموسم يكون له إشي يعني الجزيرة المفروض أنا برأيي الجزيرة المفروض يفكر بدوري يعني الجزيرة باللاعبين اللي عنده استقرار الفن عنده الكابتن عيسى التورك عنده أسماء الجزيرة بلاعبين زي ما تفضلته حكيت يعني المفروض يفكر بدوري يعني أنا ما بستبدأ أن الجزيرة أكون بطل دوري ليش لا يعني سنة الماضي نفس للرمق الأخير الجزيرة فريق عريق له تاريخه وبلعبوا كراءة جميلة فريق الجزيرة بلعبوا كراءة جميلة إذا كان السعي أكثر للفوز واقتنعوا اللاعبين أنه أنا ممكن أكون بطل دوري أنا براي الجزيرة له حظ كبير أنا أتوقع الموسمات فيه خمس فرق مرشحة ممكن أي فريق فيهم يأخذ دوري يعني زيما شفنا مبارات الفيصل والرمثة الحضور الجماهيري كان جيد كنا بدنا يكون أكثر أيضا في مباريات الوحدات كذلك لكن أيضا شفنا إشي مميز للحسين إربد وجمهير الحسين إربد والعودة خلف الفريق بكثافة طارق الحسين فريق له تاريخ في كرة القدم الأردنية يعني كثير يعني مبارات الجميلة يعني أنا بذكر جيل الثمانينات والحسين من المبارات الجميلة اللي كان فيها دائما طرف الحسين وفريق عنده جمهوره بالعكس أنا برأي وجود الحسين ويرجع الحسين بالصور اللي إحنا نغرفها بالضبط يعني بيكون من مصلحتنا ومن مصلحت الكرة الأردنية نشوف الحضور الجماهيري ولكن إحنا كمان بدنا نشتغل كاتحاد وكمسؤولين على توفير العوامل اللي بتطلع عندنا مباريات كرة قدم تستحق حضور جماهيري صحيح إذن كابتر رافت وأصدقائنا خلونا نشوف نسبة الأولية من سؤال شارك لها الليلة سؤالنا هل ملعب الأمير هاشم صالح لاستقبال المباريات الإجابة الأولى نعم وصلت فيها النسبة إلى 5% والإجابة الثانية لـ 95% تصويت مستمر حتى نهاية الحلقة عبر تطبيق رؤية وسؤال شارك الخاص بـ Extra Time كابتن 5 إلى 95 يعني حتى الجماهير مش راضي عن الملعب طبعا أكيد واضح الملعب ما فيه اتنين يختلفوا عليه يعني ما أعتقد يعني فيه حد ممكن يدافع عن الوضع اللي فيه الملعب لأنه واضح واضح يعني يعني إن شاء الله أنه يعني حتى الإضاءة لازم يعيدوا النظر فيها برضية الملعب لا تصلوا حطارك مستحيل تكون يعني تشوف مباراة كرة قدم على هيك أرضية ملعب أنا برأي ما يعني ما فيه تحكم على أي فريق بتساول فريقين مين أي فريقين بتاعموا هيك أرضية ملعب بتساول يعني الفرقات بين الفريقين يعني واضح من تصويت الجمهور يعني صحيح أنا دائما بحكي وعارفين إنه لا يصل طيب من طبعا الحديث عن سؤال شارك إلى تصدر الوحدات لجدوان ترتيب الدوري الأردني لكرة القدم بالفوز على كفرسوم بهدف غالي للكابتن محمد داء الباشا نشوف التقرير حقق الوحدات فوزا صعبا على مستضيفه كفرسوم بهدف نظيف سجله المدافع محمد الباشا ضمن مباريات الأسبوع الثاني من دور المحترفين لينفرد الأخضر بصدارة الترتيب بست نقاط وبحث الوحدات عن هدف مبكر يريح فيه الأعصاب وذلك عندما دانت له الأفضلية الهجومية بفضل التحركات المميزة للاعبي خط وسطه صالح راتب وعامر ذيب وعبدالله ذيب وأحمد هشام وتواجد السنغالي الحاج مالك في المقدمة أطمع الوحدات وقفت أمامها طموح كفرسوم الذي كان منظما وحاول استياد مرمى عامر شفيع بتحركات السوري مروان الصلال وعمر عبيدات ومحمد خير الخطورة غابت عن المرميين في الشوط الأول إلا أن الدقائق الأخيرة من الشوط شهدت ضغطا وحداتيا مكثفا فأطلق عبدالله ذيب تسديدة حرة مباشرة مرت بجوار القائم الأيمن للأسمر فيما لم يحسن الحاج مالك التعامل مع إحدى الكرات النموذجية وهو يقف في مواجهة المرمى لينتهي الشوط الأول بدون أهداف في الشوط الثاني اختلف أداء الوحدات الذي بدأ يشن هجومه بشكل أقوى من الأول وذلك بزج عيمات خانكان مدرب الوحدات بأشرف نعمان ليزيد الفاعلية الهجومية وظهر واضحا أن الوحدات يتطلع مع بداية الشوط الثاني للتسجيل ليتجنب أي موقف حرش قد يجعله بعيدا عن نيل طموحاته في حسم نقاط الفوز فدفع مدربه السوري خانكان بورقة الفلسطيني أشرف نعمان وتغير الشكل الهجومي للوحدات بعد مشاركة نعمان وأبو كبير لتشهد الدقيقة 66 هدف الوحدات الأول حينما تحصل نعمان على ضربة حرة مباشرة نفذها بنفسه أمام بوابة المرمى ووجدت المدافع محمد الباشا ليدكها في شباك حماد الأسمر معلنا تقدم الوحدات بهدف الصدق وحاول بلال اللحام مدرب كفرسوم تدارك الموقف من خلال تعزيز القدرات الهجومية فدفع بالمهاجم أحمد الحوراني وأطلق الصلال تسديدة قوية استقرت بأحضان شفية وشكل كفرسوم خطورة على مرمى الوحدات بعدما تكررت مشاهد الكرات المقطوعة من منتصف الملعب لكن الوحدات استثمر المساحات التي خلفها تقدم لعبي كفرسوم لتتاح فرصتين من ذهب لرجاء عيد فواجه المرمى مرتين في الأولى حاول لعب الكرة من فوق الحارس لكن حماد أمسكها وفي الثانية هيأ له نعمان الكرة على طبق من ذهب فسدد بمنتهى القوة شتتها أحد المدافعين قبل أن تجتاز خط المرمى ليخرج الوحدات فائزا بهدف وحيد كابتن رأفت إذن الصدارة للوحدات مع الأسبوع الثانية والفوز الثاني على التوالي لكن فوز كان بشق الأنفس على كفرسوم أكيد يعني شوف بداية لازم نتفق أن أرضية الملعب صراحة حتى نكون موضوعيين ما بتساعد أي فريق أبضيت الملعب على الفريقين مش بس على الوحدات الوحدات هو كفرسوم ولكن اليوم كفرسوم وصل لمرمى الوحدات أكثر من الوحدات يعني كفرسوم في الملعب في المباراة بالتسعين دقيقة كان وصولهم للمرمى رغم أنه كان يلعب بطريقة دفاعية وهذا من حقه يعني الكابتن بلال لحام لعب على إمكانياته كاد أنه يحقق اللي بده يعني المباراة لأنه بتعب عن وحدات بدك تفكر لا بتعادل صحيح مش غلط إذا بيجي فوز ولكن خسر بالنهاية واحد سفر هلأ طارق حنا بنحكي عن شكل جديد للوحدات مع الكابتن عماد خن كان هاي ثلاث مبارايات رسمية مباراة كأس الكؤوس مباراة الأصالة ومباراة كفرسوم هل في تطور بالفريق؟ يعني في شيء ملموس في تطور يعني ممكن الفريق ما يظهر كل مدرب جديد ولكن أنا بهمني موضوع التطور صار في تطور لو 20% نسبي نفس المشاكل ما في تطور هاي أول نقطة أنا لفتت انتباهي نقطة الثانية الروح روح عند اللاعبين يعني إحنا كلنا بنعرف لاعبين الوحدات لا الروح مش بالحالة روح الفريق مش بالحالة اللي أنا يعني بعرفها عن لاعبين الوحدات ما بعرف شو السبب ولكن الوحدات في كل مباراة عودنا بأسوأ حالاته بصنا أربع خمس فرص اليوم الوحدات ولا فرصة فرصة الهدف آخر إشي صار فيه فرص فرصتين فرص رجائي عيد النقطة الثالثة اللي هي الإبتكار يعني أنا نلاحظ أنه الكابتن عماد خان كان برجع بحكي دائما من حقه ولكن بحاول يدق وبيبتكر بحاول يبتكر انت جيت على فريق يعني مش غلط يعني فيه طريقة لعب أسلوب لعب نجحوا فيه مش غلط أنا أبني مش غلط أنا أبني على الأسلوب هلا لو بد أغير الأسماء من حقا بد أغير أسماء ولكن أنا شايف أنه يعني طريقة اللعب اليوم الخطوط متباعدة اليوم ما شفت أنا أنا يعني من مباراة الفيصلي لمباراة اليوم ما شفتش غفريق بنكون ست ست نقلات خمس نقلات الأظهرة يعني أنا مش تقرب الظهيرين في كرة القدم الحديثة مش مدافعين يعني أدوارهم مش دفاعية في كرة القدم الحديثة الظهير بصير لعب وسط وهمي فيه إشي اسمه جناح وهمي فيه زيادة من الظهيرين أنت بتلعب أربعة اثنين ثلاث واحد أنا شايف هاي الطريقة اللي بيتتبحها دائما لكابتن عماد خان كان هاي الطريقة بدك يعني أوكي محمد الضميري أحيانا اليوم زاد شوي ولكن الظهيرين في راسي البائية أنا ما بلعوم له في راسي البائية هاي أكيد تعليمات مدرب يعني لاعب ظهير 90 دقيقة بثلاث نبراهات أنا ما شفته زاد ولا في حالة هجومية اللاعبين اللي بيجوا من وراء طبع يعني توظيف اللاعبين أنا دائما بركز على توظيف اللاعبين أنا بحكم على المدرب من توظيف اللاعبين اللاعب أحمد هشام أحمد يشام موسم الماضي في نهاية يوم أخذ فرصته كان من نجوم فريق الوحدات كان اللاعب اللي كان يجي من وراء اللاعب الظل الخفي وشوفناه في أكثر من مباراة أنا بصراحة يعني أنا برأيي في آخر الموسم الماضي أحمد يشام كان نجم الوحدات اللي بتوظف بمركز غير مركزه يعني كثر يعني حقك أنت كمدرب تحط لمستك ولكن أنا جربت أول مرة وثاني مرة وثالث مرة ثلاث مباريات وما شفت تطور على الفريق معناته فيه مشكلة معناته فيه مشكلة بدري نحكم على المدرب ولكن أول مرة حكينا بأول مباراة بكأس الكوس بعدين مباراة الأصالي اليوم أرض الملعب بكرة فيه توقف الوحدات فريق أنا بتوقع من الوحدات برجع أنا حكيتها بالحلقة الماضية وأكررها بدي لعب مع فريق مع احترامي لكوفرسوم للأصالي أشوف شكل هجومي الوحدات متملك المباراة ما شفت عمل هجومي ما في عمل هجومي خط وسط الوحدات فيه مشكلة عندي لعب إمكانيات رجائي عايد أنا دائما بحكي مدرب هو الأحق هو الأحق ومن المفروض ما حدا يتدخل ولكن أنا كمحلل كمتابع وجهة نظري قد أكون مخطئ يعني قوة الوحدات في خط وسط طيب رجائي وصالح طب ليش أنا أخل بهذا التوازن يعني شو الفيك أنا كي بدي أحكم أنا ظلم لأحمد هشام ألاعبه لاعب لسه يعني بداية طريق ألاعب موهب ألاعبه عكس قدمه ومرة ألاعبه يمين مرة ألاعبه شمال مرة يعني لاعب زي أشرف نعمان طب أشرف نعمان أنا برأيي المدرب اليوم حطوط حتى الضغط بزيادة أشرف نعمان قيمة فنية عالية أنا دائما بحكيها طب لاعب الجمهور بيستنى منه كثير مباراة زي كفرسونبا يعني ممكن أخليه على الدكي وأنا زده الشوت الثاني والفريق وضعه يعني صفر صفر معناته أنا زدت الضغط عليه مع أنه أشرف اللي صنع كرة الهدف ولكن ما بعرف يعني صنع كرة رجائي عايد يعني لأنه أشرف إضافة أكيد ولكن لازم أوظف أشرف عشان أبين إمكانيات أشرف أما من أول مباراة بلعب أشرف أنا بقناعات توظف غلط أشرف في المبارتين بحطه على الاحتياط يعني هيك أنا يعني هذا هو الشدة والحزم وهيك يعني المدرب أنا بقناعاتي الفنية مع احترام الشديد الكابتن عماد خانكان إلى الآن خط وسط الوحدات فيه مشكلة واضحة يعني ملخص حديثك هل ممكن أنه الوحدات لم يصل إلى التوليفة المناسبة مع الكابتن عماد خانكانها إلى الآن آه ظاهر يعني من حقه لسه مش يعني مش واصل للتجانس ولكن يعني ممكن الفريق طارق ما يفوز بس يكون فيه شكل للفريق الفريق عم بفوز بس شكل الفريق الفني هل هو مطمئن أنا برجع بأكد لا مش مطمئن إطلاقا فيه فيه إصرار على الإبتكار فيه إصرار بطريقة غريبة شوي المدربين مش غلط أنا أبني بغض النظر ممكن يعني أبني على على اللي شفته ماشي فيه الفريق اليوم صالح راتب أنا اليوم برأيي أنا صالح راتب بلاعب موهبة ودائما أنا برأيي وقناعاتي من أفضل اللاعبين اللي يعني من خمس سنين أنتجتهم الكرة الأردنية اليوم أنا شايف صالح راتب اليوم عم بلعب أوف بوزشن بكرة القدم كثير عم بطلع من مركزه كثير أنا بوجه رسالة لصالح من محبتي إله أنه أنت لاعب ممتاز كلنا من حبك ولكن أنت لسه بداياتك لاعب الوسط اليوم وبلعب لحاله الفريق عشوائي كل لعب بلعب يعني جهود فردية يعني شو بطلع مع هاللاعبين اليوم صالح عم بلعب فردي بشكل فردي طلع من مركزه أكثر من مرة اليوم أنا بأكد لك لو في ريق لعب مع الوحدات عنده أدوات فريقه في رسوم اليوم قدم مباراة ممتازة وأنا برأيه الكابتن بلال اللحام أدار المباراة بإمكانياته بشكل ممتاز والدليل أنه فيه فرصة لهم يعني في دقيقة 82 ممكن كانت هدف ولكن يعني فيه مشكلة بخط وسط الوحدات ثلاث الهجوم اللي بيلعب بالطريقة هاي لازم يدافرهم أنا فيه يعني بلعب بال4-2-3-1 اللي أنا شفتها مش دقيقة 4-2-3-1 كانت تتحول 4-1-4-2 أنا شفتها مش لأنه فيه عشوائية بالفريق الواضح الفريق فيه عشوائية مش هيكلة مركزية ولكن بهاي الطريقة الثلاثة اللي بيلعب وراء المهاجم اللي هم اليوم كانوا أحمد يشام وعبد الله وعامر ذيب اللي كان خلف المهاجم المفروض يعملوا دورهم الدفاعي بشكل جيد اليوم وصول أي فريق بيلعب مع الوحدات لاحظتها من مبارات الأصالة من مبارات كوفرسوم بيصلوا بسهولة لمنطق دفاع الوحدات مكشوف السبب إنه ثلاثة فيه لازم واحد يغلق منافذ التمرير واحد يضغط على حامل الكرة هي كرة القدم تلعب مشكلة أدفع بمهاجم ثاني أنا حقي أنا أتسأل كمتابع بها أفاسل أنا بقناعاتي بها موهبة موهبة كبيرة ليش ما يأخذ فرصة يلعب كمهاجم ثاني في مبارات زي هاي حاتم أبو خضر اللعب أنت استقدمته يعني المدرب استقدمه طيب خلينا نشوفه نشوف إمكانياته يعني إذا بدي ألعب مع كل الفرق بمهاجم وحيد يعني لازم نعرف أنا يوم أدرب فريق زي الوحدات فريق هجومي وفيه أدوات يعني أنا ما باجي بلوم مدرب ما عنده أدوات صح؟ في كرة القدم حتى نكون موضوعيا ولكن أنت عندك أدوات الوحدات عنده منتخبين عنده فريقين ما فيه اتنين بيختلفوا عليها توظيف اللاعبين إلى الآن ليس بالشكل الأمثل شكل للفريق ما فيه خطوط الفريق متباعدة والروح الروح اللي كثير أنا مهم بركز عليها الروح مش الروح اللي أنا بعرفها على اللاعبين الوحدات رجائي اليوم أضاع فرصتين أكيد بس يوم ما نزل رجائي اليوم صار فيه توازن في خط الوسط طبعا عندي يعني أنا مش فاهم يعني من معرفة الفهمة يعني شوية بالكرة القدم يعني رجائي وصالح أي مدرب بتمناهم رجائي وصالح مع يعني هدولة اللي كانوا حمنيهن الوحدات خط وسط الوحدات اليوم خط وسط أكثر المباراة مكشوف يعني الإصرار الإصرار أحيانا على الخطأ أنا برأي خطأ نعم لكن أيضا كابتن يعني مع وجهة نظرك اللي بتتحدث فيها أيضا ما زال مبكر الحديث أكيد يعني شكل فريق أو لا لا شكل فريق مبكر يعني نحن بنحكي عن مرحلة ثانية عن مرحلة ثانية والملاعب مش مساعد الفرق والملاعب مش مساعد اللاعبين حتى يثبتوا أيضا مهاراتهم احنا حكينا يعني فريق مثلا زي الجزيرة والحسين إربد يعني مهارات فنية عالية يعني أنت بتحكي عن أبو طعيم بتحكي عن أحمد سمير بتحكي عن طرنوس يعني لا عيبة بلعبوا فطبول حلو فلما يلعبوا على ملعب مش كويس كمان يعني حرام يعني بنظلمهم عبا السلام لعب مبارتين أستاذ عمان لعب كأس الكوس أستاذ عمان لعب مع الأصالي أستاذ عمان في المبارتين نفس المشكلة اللي كانت أنا بالبداية حكيت لك الملعب مش موضوع تحكم على أي فريق صعب أحكم على المدرب بشكل نهائي يعني أنا ما بادر أجي أحكي والله الكابتن عماد خانكان مش مناسب للوحدة الظلم للكابتن عماد خانكان ولكن في مؤشرات في مؤشرات في انطباع أولي بتأخذوا عن المدرب توظيفوا لللاعبين أنا أنا اللي شايفه يعني أنا بحكي لك بالنهاية ممكن يكون رأي خطأ إحنا بنحكي من شو منشوف إحنا بننظر منحلل ممكن يكون حكينا مش دقيق ولكن شكل للفريق ما فيه خط الوسط فيه إصرار على الإبتكار أنا ملاحظ أنه فيه إصرار على أنه أنا بدي أحط لمستي هاي النقطة اللي أنا شايفها خطأ يعني مش صحية وبالنهاية أنا حكيت لك ممكن الفريق ما يفوز ولكن يكون فريق أداؤه الجماعي شكل الجماعي الوحدات ما عنده شكل جماعي الوحدات تلعب عشوائية فردية كل لعب وإمكانياته اليوم ما فيه ثلاث مباريات أنا بعيد أكرر لك إياها ثلاث مباريات لا فيه شكل خصوصا في الشق الهجومي للوحدات ما فيه مرونة تكتيكية ما فيه مرونة نفس طريقة نفس الشكل نفس الطريقة لا أنا برأيي الوحدات بحاجة بحاجة لشغل فني يعني كابتن رمات خان كان مش غلط عيد حساباتي أكيد خبرته أحسب كابتن درب هون وحقق نتائج لافت بالأردن ما فيه اثنين بختلف هذا الكلام ولكن بالنهاية إلى الآن إحنا كمتابعين بالشكل بثلاث مباريات الوحدات لم يثار بشكل مطمئن لكن كما تحدثت أنت كابتن ربما الفوز بمحي السلبيات والفريق متصدر الآن على الجهة المقابلة كفرسوم يعني أدى مباراة كويسة والكابتن بلال اللحام ما شاء الله أنا برأيي الجدو لخدم الوحدات أنا متأكد الوحدات لو لعب مع فريق رح يعاني مع فريق أقوى كفرسوم إحنا نحكي عن كفرسوم لعب مع الجزيرة والوحدات خسر اليوم من الوحدات واحد صفر وفريق ظهر بشكل جيد باش غلط المداءنا برأي بالعكس هاي نقطة قوة أنه ألعب على إمكانياتي يعني أنا اليوم الكفرسوم فريق لعب على إمكانياته أغلق مناطقه الدفاعية ما أعطى مساحات للوحدات برجع بعيد لكن الملعب أكيد بأثر ولكن كفرسوم بنفس الوقت هاجم أبادر المهاجم السوري المحترف اللي عندهم لعب جيد يعني لوحده كان يعني عمل شغل في خط خجوم الكفرسوم مش راح يكون فريق سهل كفرسوم برأيي أنا كابتن بلال اللحام شفتوا لعب على إمكانياته بالنهاية كان قريب من التعادل المبارات الأصالة منرجع منيح بتتذكأ أنا حكيتها في الحلقة الماضية فتح اللعب مدرب الأصالة سهل المهم مع الوحدات ولكن هل أنا دائما بدي ألعب مع فريق بدوش يهجمني خطوصة الوحدات سيئ سيئ يعني مع احترام نعم وصلت وجهة نظرة كابتن للمباراة الأخيرة وشباب الأردن والأصالة شباب الأردن نجح في الاختبار بهدفين عن طريق النجم النبر لكن أيضا الأصالة يعني الأصالة عم بيؤدوا في عندهم الفائز يعني عم بلعب بطريقة أكثر من رائعة وأول مرة يعني نحكي أنه دوري محترفين يعني فريق بي شارك أول مرة فلا أمام الوحدات أنا حكيت رغم أنه غسر ثلاث إلا أنه فريق كان يهاجم فعنده عنده والله عنده مفاتيح لعب جيدة يعني الفائز عنده يحيى جمعة لعب الوسط لعب جيد أحمد مرعي يعني عنده لاعبين جيدين فريق شجاع ولكن برجع بحكي دايما التوازن شكرا لخدم مطلب وما تنسى أنه الأسهالي فريق تجربته أول سنة يعني أول مبارتين مع شباب الأردن مع الوحدات برضو مباريات صعبة يعني هاي برضو مهمة أنه ما فيك تأخذ الانطباع لا فريق أنا برأيي برضو ما رح يكون سهل أنا مش شاف أنا طارق برأيي الدوري هاي السنة أي فريق معرض يفوز يعني يفوز على فريق يعني مش شاف المباريات حتى فيش نتائج كبيرة إذا بتلاحظ شباب الأردن أنا حتى يعني أنا يعني برأيي أنه فريق رح يكون مهم يعني فريق مهم شباب الأردن كسب جمال محمود بس مات الكابتن جمال محمود واضحة بالصراحة شباب الأردن أحسن صفقة عملوها جمال محمود جمال محمود كابتن جمال يعني شهدت فيه مجروحة زي ما بحكوه ولكن واضح واضح يعني الشمس ما بتلغطى بغربها طبعا أمام الرمثة بالعناصر بالأدوات الشاب الموجودة عنده بالإمكانيات أي مدرب بده عوامل نجاح فيه مدرب متوفرية لعوامل نجاح فيه مدرب يعني خلينا عم بحاول يصنع هاي العوامل طبعا وبيطلع هذا الشكل من هيك فريق يوسف النبر لاعب أنا بحب يعني أحكي في النقاط الفنية عمل مدرب يوسف النبر أمام الرمثة ما كان اللاعب يعني ما كان اليوم يوسف النبر كان نجم المباراة سجل هدفين كيف المدرب استطاع يرجع لاعب ويدخله في الحالة ذهنية ويطلع أقصى إمكانياته فريق للدقيقة 93 بضغط ضغط في برسينج جيم يعني فريق بلعب مباراة مضغوطة بالعناصر هاي فريق بدنيا قوي وأنا برأي العامل البدني سيكون كثير مهم في الدولة هذا الموسم أنا شايف شباب الأردن بدنيا ممتاز ذهنيا برجع بكر ممتاز وقراءة المباريات يعني أنا برجع بحكي جمال محمود قيمة فنية تدريبية عالية طيب إجمالا وبشكل عام المرحلة الأولى والمرحلة الثانية كيف بتقيمهم يعني ما فيك تاخد شكل يعني فيه فرق ظهرت بصورة يعني بصورة جيدة لكن ما فيه فريق برز بشكل لافت جدا الرمثة أمام الفيصلي أعطى صورة جيدة شباب الأردن من الفرق اللي أظهرت شكل جيد للفريق هذا اللي بنحكي عنه شكل الفريق فريق منظم أوكي فيه مشاكل عنده ولكن فريق منظم الوحدات أكيد عندهم أفضل من هيك برضو لسه المدرب بتدورته أكثر ممكن نشوف أنا برأي الوحدات المفروض يتحسن الفيصلي رح يظل منافس رغم الخسارة أنا مش شايف أنه يعني الخسارة نهاية العالم بالفيصلي مع توظيف لللاعبين بشكل صحيح بس مع عادة حسابات معينة الجزيرة يعني المنافسة قوية أنا برأي رح نشوف دوري أنا برأي لو كانت الملاعب أفضل كان شفنا مباراة قوية شفنا مباراة جيدة مباراة الفيسر ورنثة كانت جيدة نعم الشباب الأردن والرنثة كانت مباراة جميلة يعني أنا بتوقع نشوف إن شاء الله نشوف منافسة أكوية نعم إذا أصدقائنا على صفحتنا على الفيسبوك رأي سبورت صلى الله يسعد مساكم يسعد مسا كل الناس اللي عم بتابعونا وبيشاركوا معنا محمود أبو عود عم بيحكي الله يكون بعون هل جمهور من هل ملاعب أيضا يعني اللي مش مزبوطة بالمرة وفارس السرد يسعد مساك ويجبر بخاطرك حبيبو أنا آسف إذا قرأت اسمك غلط في المرة الماضية وليد أبو الجمال يسعد مساك برضو بيحكي عن الملاعب مالك تراد حبيب القلب شكرا إليك على الكلام يعني بيحكي هناك بعض الإيجابيات منذ بداية انطلاق الدوري ارتفاع منسوب الحس التهديفي خلال الجولتين والوحدات والرمثة هما الفريقان الذين أمتعا الكرة من خلال الجولتين برزت الجوانب الفنية في كل فريق ناصر سمور يسعد مساك بيحكي الدوري متوسط إلى الأيال الآن صهيب العتلة يسعد مساك صهيب اشتقنا لك حبيبنا أيضا عمر خالد أبو الهيجة فوز بشق الأنفس للوحدات للأسف والأرضية غير مناسبة ومحمد أبو الهيجة يسعد مساك محمد وعمر حجازي بحكي خلال أول جولتين شفنا أخطاء كثيرة من التحكيم وشهد شملوني سعد مساك شهد أيضا تتحدث عن شو أكثر فريق كان مستوى عالي في الجولة الثانية وأضعف فريقه هل خسارة الفيصلي ممكن يستفيد منها الكابتراتي في الجولات القادمة أكيد يعني شوف الكابتراتي عنده خبرته مدرب صار عنده خبرته كمدرب أكيد بدأ راجع بدأ نشوف الأخطاء اللي وقع فيها نحن برضو مش لازم نركز زي ما الكابتراتي أخطاء في هاي المباراة كان له إيجابيات في مباراة الثانية وفاز على وحقق بطولات في ظرف كان الفيصلي فيه وضعه سيء نعم فإحنا لازم يعني ما نركز بسع السلبيات بالنهاية وأكيد رحي عرف هي زي ما حكيت لك توظيف اللاعبين والتراجع الغير مبرر أحيانا ممكن وفي مشكلة بعمق الدفاع أنا مصر أنه عدي سبع العيش بحكي لك كابتل ليش سبب تراجع عدد أهداف الجولة الثانية نادر هيلات أبرياني سعد مساك عم بحكي كيف مستقبل الرمثة هذا الموسم واللي بيشتغلوا في الملاعب مش لازم يتحاسبوا والمسؤولين عنها لازم يكونوا ملاعبنا مفخرة وسعيد أبو أكرم الملاعب هي الأساس وعدم موجود الملاعب الجيدة في الدور الأردني ما بيخلونا نقدر نحكم على الملعب ومحمود سماضي سعد مساك محمود أنا اشتقت لك أكثر بحب بارك للرمثة بالفوز وأيضا بدو يسألك كابتن كيف شفت مستوى الرمثة ومونير مريا يعني عم عم بيحكي أنه لازم أنه يكون خلال البرامج الأخرى والتعليقات الأخرى لا احنا ما بنختار التعليقات عم بيحكي أنه في تخبط بالاتحاد والملاعب وهناك أيضا تخبط في العديد من الأمور أغلب التعليقات عن البرنامج وأيضا بالنسبة للصور احنا حكينا قبل هالمرة يا منير إنها صور رمزية عبين ما نخلص اتفاقنا وصفقة التعاقد بالنسبة للحقوق واللقطات للدوري بنرجع بنحط مثل أول يمكن أنت ما سمعت التنويه تبعنا فحقك علينا وأيضا أبو أزهر الجيساوي عم بيحكي محمد عرفي لازم اطرد ادياله بعد ما قام بضرب أكثر من مرة هل بتشوف فيه تشكيلات غريبة وأيضا الكابتن القدير الحبيب نهاد سقار فكرة الدوري من مرحلة واحدة بيحكي لك كابتن دمار للكرة الأردنية لما طبقها الكابتن الجهري كان فيه ظروف خاصة جدا وألغى بطولة الشباب وكانت عواقبها السلبية كثيرة وأبو رماس ربحات عم بيحكي الفيصلي با قدم المنشود بعدد التعاقدات الموجودة معه يعني الكابتن نهاد سقار أكيد أقدر مني خبرته أكثر مني أكيد رأيه بده يكون صح ولكن أنا ما أعتقد أنه الظروف اللي عمل فيها الكابتن محمود الجهري الدوري من مرحلة أسوأ من الظروف اللي احنا منمر فيها اليوم يعني بالنهاية أنا بدي أعمل دوري وكل شهر كل مرحلتين بدي أتوقف شهر شو الفائد الفنية المرجوة يعني من الدوري بهيك ملاعب يعني أنا برأي بالعكس هاي وجهة نظري وأرجع بأي يعني الكابتن نهاد خبرته أكثر مني يعني درايته أكبر مني ولكن أنا وجهة نظري كنا أكون مخطئ ولكن بالحالة اللي أنا شايفها ما أعتقد بخبرة الكابتن محمود الجهري لما قرر يعمل دوري من مرحلة ومن بالعكس ما كانت نتائجها أنا سيئة بالنهاية احنا شفنا شفنا منتخب وطني يعمل كابتن محمود الجهري وصلنا معه لأعلى المراحل يعني فأفضل مما أني أنا أعمل موسم كامل من مرحلتين بسوء الملاعب هاي وأرهق هاي للأندية لأنه بالنهاية الأندية عم بتعاني يعني بدوقف يعني برجع بأكد لك فريق زي الرمثة بعم بفوز برجع 45 يوم طيب كيف برجع الكابتن نهاد مدرب وأقدر مني بيعرف أنه اللاعب برجع ولاقت المباريات غير عنه برجع من جديد يعني مرحلة أعداد جديدة وإرهاق لميزانية الأندية فهاي أنا كانت وجهة نظري يعني نعم أنس الكوز والعزيز نبيل دن أحمد البداد ويسعد مساكم طبعا الكابتن جاوب على استفساراتكم يعني ونفس المشاركات من أصدقاء آخرين أيضا مالك محمد رمضان عم بيحكي برضو عن موضوع التحكيمة وأخطاء تحكيمي هل لا حط خلال أول جولتين أكيد كان فيه أخطاء مؤثرة يعني فيه أكثر من مباراة ولكن نحن طارق لازم نتعلم منه الحكم إنسان الحكم بشر زيه زي المدرب ممكن يخطأ هل الخطأ مقصود؟ المشكلة لا سمح الله إذا كان الخطأ مقصود ولكن الأخطاء واضحة فيه مباراة اليوم كان فيها أخطاء اليوم كان فيه ضرب الجزاء للوحدات أنا برأي فيه كانت حال تسلل الكفرزون وليس حالة التسلل مباراة الفيصلي نفس الشي كان مفروض واضح لكل التعليقات طرد اللعبة كان واضح ضرب بدون كرة بحالة كرارة مرتين فالأخطاء بس هاي جزء من كرة القدم حتى نكون منطقيين إذا بنا نساعد زي ما بنحكي بنساعد مدربنا المحلي ولاعبنا المحلي كمان لازم نساعد الحكام أحيانا بتكون مؤثرة على المباراة ولكن بما إنه إنسان هو معرض للخطأ نعم أيضا وائل الزعب يسعد مساك وائل يجب إصلاح الملاعب من مدرجات وأرضية وما إلى ذلك وبراء جراروة يسعد مساك هل من الممكن خلال هذا الموسم نشوف فرق ثاني يتأخذ اللقب غير الفيصلي أو الوحدات حمزة شوطر يسعد مساك حمزة نفس السؤال اللي حكيت وأنا طرحته قبل شوي على الكابتر رأفات عدل الزعبي يسعد مساك غالي عم بحكي شو الأسباب اللي ساعدت الرمثة على الفوز ناصر الزعبي أيضا بنمسي عليكم جاهد الحاوي يسعد مساك تحدث الكابتن رأفات عن هذا الموضوع فراس العاصي يسعد مساك وعامر الوردات أيضا يتحدث عن فوز الرمثة وعبدالله الخوالدي عم بحكي صعب تحكم على الدورة من أول مرحلتين خاصة مع أنه الأصالة وكفرسوم كانت بدايتهم مع فرق قوية ومشرف حرب عم بحكي المستويات ما زالت لا تحقق أطموح مروان طيفور يسعد مساك عم بحكي رأيك بعد ضربة الجزاء بالنسبة للحسين مع الجزيرة والدكتور إيهاب شرف يسعد مساك يا دكتور أيضا الكابتن تحدث عن موضوع الوحدات وما إلى ذلك ونضال مسالمة عم بحكي عن الملاعب أيضا يعني كل المواضيع اللي طرحت حكينا فيها الملاعب مشكلة أنا برجع أنا برأيي دايما الاستثمار في البنية التحتية أهم من الاستثمار في المدربين وبأي إشي ثاني لأنه إحنا عندنا مواحب يعني في الكرة القدم الأردنية واللادة يعني عندنا لاعبين مهاريين فمن نوفر لهم أقل شي عوامل للنجاح اللي هي البنية التحتية اللي هي الملاعب عشان هيك أنا كان رأيي دايما أنه إذا بدعم الموسم كامل مرحلتين بملاعب بهاي الوضعية ببروزنامة مضغوطة حتى اللاعبين الشباب مش رح يبروزوا لأنه كل مدرب مش رح يعطي فرصة لللاعبين وبالتالي أنا يعني هاي بحكي دايما أنه لازم نوفر عوامل النجاح إحنا وصلنا لمرحلة لنلعب عمول حق كأس عالم صحيح لازم يكون تخطيطنا احترافي أكثر لازم يكون البنية التحتية لأنه عناصر الاحتراف نفروض تكون يتوفر عنها على الأقل إذا مش كلها يعني الأبسط أو الجزء الأساسي منها اللي هي البنية التحتية صحيح صحيح إذن النتائج النهائية من سؤال شارك لليوم سؤالنا كان يتحدث عن ملعب الأمير هاشم هل هو صالح لاستقبال المبريات الإجابة الأولى نعم 7% والإجابة الثانية لا 93% إذن معظم التصويت أو بالشكل الأغلب كان حول سوء وعدم صلاحية هذا الملعب طبعا كابتن رأفت نحن مبسطين بوجودك معنا وكل الشكر على كلامك المنطقي تسلام تسلام وأنتم أصدقائنا خلينا ناخد كمان شوية مشاركات جعفر أنبالي وأحمد أبو مرعي مراد الجريري محمد ثامر وأحمد أبو مرعي ياد أبو صابر وعناد الكالدي أو الخالدي هاني أحمد وحسن ملحم ووردة الياسمين أبو أزهر الجزاء وكابتن نهاد بالفعل كلامك 100% موضوع الملاعب بحاجة لنقاش طويل يوسف الدوود محمد خير سمور ومحمد سباني ومهند إزريقات وتيمور الشامي وإلى العزيز أبو وديع السراوي تحياتنا إلك وللعائلة كلها يعطيكم العافية أكيد نتمنى دائما تكون حلقتنا أطول ونضعنا معكم أطول فترة لكن للأسف وصلنا إلى النهاية وعلى خير وعلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر